في حضرموت ايضاً اطلع محافظة المحافظة من بخوت مبارك بن ماضي بالمكلة على نشاط مؤسسة حضرموت الالتراث والتاريخ والثقافة في مجال حفظ وخدمة الارث الثقافي الحضرمي وناقش المحافظ مع رئيس المؤسسة خالد سعيد عدداً من المقترحات لتنشيط الواقع الثقافي والاعلامي وجهود تفعيل نشاط المؤسسة كما جرى مناقشة طباعة كتاب تاريخ حضرموت العسكري خلال ستة قرون والذي يحوي المسيرة التاريخية للحراك العسكري والامني وغير النظامي والوحدات والتشكيلات العسكرية والامنية موجهاً بطباعة الكتاب عقب استكمال مرحلة المراجعة